موسيقى طبعاً يعني الحياة بدون هذه القاعدة يمكن تكون غير كاملة ومش بس بتكون تعيسة لكن أحبائي نعمة الله هي الحياة الممتلئة الفياضة هذه العطية من نعمة الله بتقودنا إلى أنهار مياه حية بتعلمنا الدوافع الأعمق لاتباع يسوع المسيح بكل بساطة تتشبه بيسوع المسيح هذا هو النموس والأنبياء فإذن هذا هو أساس التعليم وهذا هو أساس العمل يمكن الآخرون قالوا شيء شبيه لكن بشكل سلبي هاي ممكن نسميها القاعدة الفضية لكن القاعدة الذهبية أحبائي لم تركز على السلبية لكنها تركز على الإيجابية بتركز على الخلق والإبداع بتركز على المحبة بتركز على أسلوب حياة وعلى نمط حياة هذه الحياة هي بكل بساطة نعمة فالناس بتشوف نعمة المسيح ومحبة المسيح وعطاء المسيح من خلالك فأنت طبعا بالحتم أنت ما بدك الناس تعمل شيء رديء فيك أو شيء غير مستساغ أو أنت ما بتحبه فبنفس الطريقة أنت اعمل للناس اللي أنت ما بتحب أن يعمل لك فيك فأنت لما بتقود الناس أنك أنت دايما تقدم الخير والعطاء والمحبة هذا طبعا أنت بتعمل في مستوى إيجابي أبعد وأكبر من أنك أنت لا تفعل فمثلا يقول الكتاب من يعرف أن يفعل حسنا ولا يفعل تحسب له خطية فإذن السلبية مش إذا أنا معملتش لكن الإيجابية أنا أعمل وأحب أن أعمل وبتمتع بهذا العمل وبكون راضي أن أعمل هذا الشيء انطبقنا القاعدة الذهبية نصل إلى المستوى اللي الله بيدعونا إليه الرب يباركك اشتركوا في القناة